يسعى التضليل الإعلامي إلى نشر المعلومات الكاذبة المقصودة والتي تخلط بين الحقيقة والتضليل فلا يعود بإمكان المتلقي معرفة الحقيقة من التضليل بهدف تفريغ الانفعالات، تغيير الثقافة وتعتيم الحقائق وقد يعمل على لفت الانتباه عن قضية معينة بتسليط الضوء على قضية أخرى مما يصرف المتلقي عن القضية الأصلية كما يعمل على نشر الأخبار الزائفة التي تؤثر على المتلقي من خلال إحداث الخلل في التفكير زعزعة الثقة بالنفس وبالقناعات الفكرية، زرع الشك وتشتيت الجمهور مع ساند الحقيقة أقرب من أي وقت مضى فهي بوصلتكم نحو الإدراك الإعلامي المبتكر